فوجئ سكان احدى الجزر في الفلبين برائحة سيئة منبعثة من الشاطئ ليعثروا على كائن ضخم غامض يصل طوله الى اثنان وثلاثون قدم غير واضح المعالم وقال احد سكان جزيرة ليت والذي لدقت صورا للكائن الغريب فوجئت بذلك الكائن الغريب لانه ضخم جدا لقد كان ميتا عندما رأيته وكانت تنبعث منه رائحة سيئة للغاية وفق ما ذكرت صحيفة دليميل البريطانية ولم يتم تحديد نوع ذلك الكائن لان جسده كان متحلا الى حد كبير عندما وصل الى الشاطئ الا ان جوليوس البيانو من دائرة الصيادين والموارد المائية رجح بان يكون ذلك الكائن الذي عادت طوله طول طائرة حربية حوتا وقامت السلطات باعادة الكائن الى البحر مبررة ذلك بانه من الصعب دفنه بسبب حجمه الكبير كما انه قد يشكل خطرا على الصحة العامة ترجمة نانسي قنقر